أما رضية الاحتفال بمولد الإمام الحسن عليه السلام لما نأتي ونمارس مثل هذه الطقوس طقوس إحياء المولد أو الاحتفال بمولده ماذا نستفيد نحن من الاحتفال بمولد الإمام الحسن وما هي الحسن التي سنجنيها من هذا الاحتفال وهل هذا الاحتفال سيقربنا إلى الله عز وجل أو سيزيد في حسناتنا لا المتأمل أن أغلب هذه الاحتفالات بهذا المولد إنما يحصل فيها أشياء بعيدة كل البعد عن منهج الله ومنهج رسول صلى الله عليه وسلم لا هيك عما يحصل فيها من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يتخول الناس في الموعظة يرى تجمع للناس يعني احتفال فيلقي عليهم موعظة يرى مجموعة موجودين في مكان فيلقي عليهم موعظة فإذا حب الناس أن يجتمعوا احتفالا بعيد وطني مسموح وبحب رسول الله ممنوع إذا أرادوا أن يجتمعوا فلتكن أنت أيها الذي تحمل رسالة الإسلام كن موجودا وقل قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ عليهم شيئا من القرآن علمهم شيئا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أما أن تكفرهم لدرجة أن أحدهم يقول إن الأرض التي يقام عليها الاحتفال تنجست ويجب أن تطهر وكيف تطهيرها بأن تحفر زراء هاشميا وحتى يطهر المكان هذه الإسقاطات البعيدة عن العقل البعيدة عن النص حتى في النص لما يقول القرآن عن سيدنا يحيا وعن سيدنا عيسى والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه التذكيرات بأيام الولادة أو أيام الوفاة أو أيام الهجرة أو أيام البعثة ما المانع أن نذكر الناس بهذه الخيرات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين وعن صوم يوم الخميس لماذا قال عن صوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه فهو يحق له أن يحتفل بعبادة اسمها الصيام في يوم مولده ولا يحق لنا أن نحتفل بقراءة القرآن في يوم مولده أو ذكر سيرته وخصاله وشمائله يعني هذا الحجر والمنع والتبديع والتفسيق والوصف بالشرك والوصف بأن نعبد من دون الله إلها آخر من هذا الإله الآخر؟ ترجمة نانسي قنقر